بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة عدل الحسين لعمرة قل للعدو ليكف عدله فأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق له حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله وتزلزلت أرض الحجاز لفادح لم تلقى مثله والبيت ما جوزا قليل عند فقد الفارع أصله ويحسن يا زين تركاني وعلت الكون لا وين شايل يا حمى الخايف بالضون وكيفت بيك وصار عندي عيد هالعام وارتج تركاني فرح بوجودك يا ضرغام لكن أشوفك يا الولي حلت لحرام ثامن اليوم وباشر الوادم يحجوه وباشر تحج الناس وانتو اليوم ماشين قودوا شرفني بحجك يا ضي العين هذه كثيرة تصير يا عز المسلمين ايش صاير عليكم في مثل هاليوم تمشوه ورد الجواب لسان حال حجة الله ماشين عنك بالغصب يا كعبة الله ولا ترتجين إن عود لك فداعة الله اجنود الضلال رايدا دم يسفكوه إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرح قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد موضوع البحث هذه الليلة بعنوان الفهم الأوسع للدين لماذا نتناول هذه المادة في مثل هذه الليلة؟ لسببين الأول لكثرة التصنيفات الشائعة في المجتمعات المتدينة مثلا لبرالي علماني حداثي إسلامي وأغلب هذه التصنيفات تبنى على أساس الدين يعني التصنيفات الأخرى التي لا تبنى على أساس الدين وإنما تبنى على أساس العلم فيزيائي كيميائي مثلا يعني فلكي هذه تصنيفات مبنية على أساس العلم أو على أساس الممارسة محقق مثلا يعني مدقق مثلا علامة ما مبنية على أساس الدين الكلام التصنيفات التي تبنى على أساس الدين بسبب كثرة التصنيفات واحد اثنين بسبب التعصم لبعض الأفكار لكن ليس مطلقا وإنما بالشكل الذي يؤدي إلى إقصاء من لا يعتقد بتلك الأفكار من ساحة الدين أن يتعصب الإنسان لفكرة يعتقدها ويقف هنا ضرب فرامل بمعنى تعصبنا واش معنى بمعنى أنه اعتمد على أدل في نظره أن هذه لا دل تورث اليقين تورث العلم شكلها تكشف له عن الحقيقة فيتمسك بقوة بالفكرة هذا ما فيه إشكال هذا شيء طبيعي أصلا في الحياة لكن أن يتعصب على فكرة بالشكل الذي يدعو لإقصاء غيره عن دائرة الدين عن دائرة الإيمان هذا الكلام الذي أتحدث عنه كثرة التصنيفات المبنية على أسس دينية تعصبات في الساحة الدينية التي تؤدي إلى إقصاء الآخرين عن الساحة الدينية عن فهم الدين عن الانتماء إله لهذا السبب يتم تناول هذا الموضوع بها العنوان وهو الفهم الأوسع للدين نتيجة البحث ستتضح في النهاية كمدخل للبحث كمدخل للبحث سأتعرض بشكل سريع لقضية البقرة بحسب ما ورد في رواية صحيحة السند عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لأن ورد فيه تعابير أو تعبير مكرر ثلاث مرات وهذا فيه إشارات ودلاء إلهام شلون يعني سبق أن أشرت هنا لعله أو في مكان آخر أن البقرة هنا البقرة في هذه الحادثة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة هنا هي صورة للدين يعني لأنه تعليم ديني لأنه أمر ديني أن تذبحوا أن الله يأمركم فعل هذا هذا حكم شريعي يعني جزء من الدين يعني فرع من الدين ولهذا البقرة هنا هي صورة للدين تعلمون أن رجل من بني إسرائيل أخذ فقط محل الشاهد قتل قرابة له في رواية وفي روايات ابن عام قاتل الرجل الصالح خطب امرأة فقبلت به ابن عمه كان رجلا فاسقا خطب تلك المرأة فرفضته فغضب هذا الرجل الفاسق فاغتال الرجل الصالح غيرة ثم وضعه على طريق أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل في الرواية طيب ومضى لنبي الله موسى يشكون نفس الذي قتل هو الذي قاد هذه الحملة ومضى لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقدم الشكوى أنه ننتقم من الذي قتل ابن العام هنا الشاهدي هنا الحياة طويلة تعلمونها وفيها تفاصيل نكات مهمة جدا شاهدي هنا فقط في هذا المقطع قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة شوف هنا بقرة الدين وشوف التأكيد الذي ذكره الإمام ورضى سلامه الله عليه فالرواية الصحيحة ثلاث مرات يعني هذا الدين الثاني هم دين الثالث هم دينها ولو استمر لصار الرابع هم دين والخامس هم دين والسادس هم دين لكن مراتب وصور لكن كلها دين هذا المرتبة الاولى ما يمكن ان يقولوا لمرتبة الثانية نتو خارجين عن دارة الدين المرتبة الثالثة ما يمكن يقول لمرتبتين الاولى وثانين نتو خارجين عن الدين هذا دين لأن الدين اوسع يحيط بكل الصور في قدة البقرة بس الإنسان اللي يكون في مرتبة يتصور ان اللي في مرتبة الثانية لا يعبر عن الدين ولهذا قد يتخذ هذا الامر هزو شوف الآية المباركة النبي شين يقول لهم يقول لهم هذا لا تتصوروا هزو وجهل شوف دقة الآية ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هذا دين امتثلوا حكم الله شوف الشاهد قالوا اتتخذون هزو الآن ان تذبحوا بقرة دين ولا لا دين لأم دين وهو الحكم الديني بعد نبي يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة هذا الدين على نحو الحقيقة هذا حكم واقعي وليس حكم ظاهري هذا حقيقة وليس احتمال وليس فرضية ولا نظرية حتى الحقيقة صحيح ولا لا لان نبي قال ان الله توكيد هنا ان الله يأمركم حتى مادة الامر ذكرت ايضا ان تذبحوا بقرة دين لهم دين دين بس هم مش نتصوروا وتصوروا ليس دينا ولهذا صاروا ينظرون له بشيء من الاستهزاء شوف بعض الاحيان الانسان يستهزي يستحق الرؤية معينة قراءة معينة مع انها تمثل الدين اعتقادا منه ان تمثيل الدين فقط الصورة التي يعتقدها هو ولهذا ينظر الى الصور الاخرى بنظرة الاستهزاء والاستخفاف لا يتقول لا ذاك دين وانتهم دين ما في مشكلة قل انا دين لكن لا تقول ان الثاني ليس دينا لاحظوا الفارقين تتخذنا هزوة ماذا قال النبي موسى قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين يعني الذي قلته لكم ليس جهلا وانما هو علم ذول مجتمع متدين ذول الان ذول يتصوروا ان ذاك جهل بينما هو علم لان النبي يقول انه ليس جهلا بل هو علم تعلمون المرة الاولى سألوا عن عمرها مرة ثانية سألوا عن لونها مرة ثالثة سألوا عن صفاتها لا فارض ولا بكر عوان لا كبيرة في السن لا صغيرة وانما وسط ما لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين مرة ثانية ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي الثانية المرة الاولى ايضا ما هي والمرة الثالثة ما هي بس المرة الاولى بنظر العمر المرة الثالثة بنظر الصفات ولهذا الجواب ايجابي لحاظ الصفات لا ذلول ما مذللة مدللة يعني مدللة غير مذللة يعني ما يخلوه تشتغل في الحرض ما يخلوه تشتغل في الحرض يعني موضوعه في البيت فقط مثلا ياخدون منها الحليب ياخدون منها مثلا الكذا اللبن وشيء لكن ما يخلوه تحرث لا تحرث العرض لا تسقي الزراع لا تجر شيء مثلا لا ذلول ليست مذللة يعني مدللة هذا معنى طيب الشاهدين الشاهدين في المرتبة الاولى لو ما سألوا جابوا اي بقرة دين لون مدين المرتبة الثانية لو ما سألوا عن لونها وجابوا اي لون دين لون مدين المرة الثالثة لو ما سألوا عن صفاتها وجابوا اي وحدة حتى لو كانت ذلول دين لون مدين دين ولهذا لاحظوا كلمة الامام التي كررها ثلاث مرات في الروايات الصحيحة في الرواية الصحيحة قال وَلَوْ أَنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى أَيِّ بَقَرَةٍ لَأَجْزَأَتْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ ليش لأن الدين واسع يسع الجميع الدين لا يختص بذوق لشخص وميولات لشخص او استعدادات لشخص الدين اوسع من هذا هذا في فهم اهل البيت السلام الله عليكم يا جماعين شوف الرواية الصحية الاخرى ايضا البازنطي اللي يرويها هذه الرواية البازنطي ورواية الاخرى الثاني البازنطي محلي المهم عندي في هالرواية الثانية التعليل اللي ايجي في الاخير اللي ينطبق مع قصة البقارة يقول يقول للبازنطي يقول للامام صلوات الله وسلامه عليه يقول له ادخل السوق فاشتري جبة فراء لا ادري اذكية هي ام غير ذكية هذا في السؤال انا اروح السوق واخذ جبة من الفرو بس ما ادري ان الحيوان الخروف مثلا اللي اخذ منه ذلك الفرو مذبوح بطريقة شرعية مذكاء ذكية ام غير ذكية ما مذكات ما ادري انا رايح سوق المسلمين شاهدي في التعليل اللي مذكرة بعدين الامام قال ليس عليكم المسألة لاحظ ليس عليكم المسألة هذا له بحثه طبعا بعدين الامام يقول هكذا قال ابو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام ان الخوارج لاحظوا نفس الموضوع عن بني اسرائيل نفس المشكلة ان الخوارج ضيقوا على انفسهم لجهالتهم لانهم كانوا جهال صوروا بس هم الذين يمثلون الرؤية الدينية ولهذا رسموا لهم صورة خاصة فيها قيود خاصة تصوروا انهم الذين يشكلون صورة الدين بس الاخرين ليسوا معهم في دائرة التديون لاحظوا ان الخوارج الامام يقول ان الخوارج ضيقوا على انفسهم لجهالتهم ان الدين اوسع من ذلك هذا المعنى كيف الامام هذا يقول ان الدين اوسع من ذلك الدين يستوعب الكثير من الصور ولا يختص بصورة لذوق من الاذواق يمكن الواحد من يصير عند ذوق ان ممارسته تكون هكذا فكره يكون هكذا رؤاه تكون هكذا جيد لنقول هذا دين لكن لا نظر نقول ان هذا هو التعريف هذا هو الدين لان اذا قلنا هذا هو ال هذه الجبناها قلنا هذا هو الدين معنى كل الذين لا يعتقدون بهذا التصور خارج الدين نقول هذا دين معناها ان هناك اذواق اخرى هم دين هناك تصورات اخرى هم دين ولهذا يجي رجل الى الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه صلو على محمد وآل محمد الله وسلامه عليه صلو على محمد يجي رجل من المفوضة الذين مفوضة يعني شنو يعني الذين يعتقدون من الشيعة كانوا طبعا واهل البيت سلام الله على مجمعين صححوا افكارهم يعتقدون بان الله سبحانه وتعالى خلق الوجود ثم تركه شاهديني ثم تركه فوضه الانبياء والعوصياء تركه يعني سيبه غفل عنه لا يعلم ما فيه تركه لغيره يتصرف فيه هذا معنى التفويض هؤلاء كانوا في زمان الامام الهادي عليه السلام كانوا في زمان الامام العسكري صلو عليه عليه فهذا كان يعتقد شنو واحد كان يعتقد اسم هارون ابن كامل او كامل ابن هارون في داخلي كان يعتقد بان ما احد يدخل الجنة الا هو يعني الذين يعتقدون بمقالته بس بس احنا ندخل هالشكل يقول في باله يعني فيجي للامام العسكري سلام الله عليه يسأله عن هذا السؤال حد يريد يقول ان يريد انتظر ان الامام سلامه الله عليه وسلم يقول له ايه اما حتى يدخل الجنة لانت وجماعتك يسأل الامام تصور الامام واش قال له قال له اذا والله يقسم الامام اذا والله يقل داخلها هالجنة اللي عرضها كعرض السماء والارض بس انتون تدخلوها اذا والله يقل داخلها بعدين قال والله ليدخلنها اناس يدعوا الحقية قال ومن هم الحقية قال يقسمون باسم علي ابن ابي طالب ولا يدرون ما حقه وهذه لها تحليل يحب الامام علي يقسم باسم الامام علي بسيطة ما يدروا ايش حقه هو لهذا ما يتبع اتباع امام اصلا والامام يقول والله ليدخلنها اناس يدعوا الحقية هذه رؤية هذا اهم دين بس الدين في مراتب ولهذا اقول ان الفرز الذي يحصل في المجتمعات الدينية مدائما فرز صحيح وليس من الصحيح ان نتركه يستفحل واحد في ترضي يقول لي برالي قل لي برالي بس لا تقول مقابل الاسلام اقول انا لي برالي لستو اسلامي لا غلط لا تقول انا حداثي لستو اسلامي غلط لا انت تقول ولا لا اقول خلي الاسلامي جانب ابني التصنيفات على شيء اخر كنا جالسين في مكان مرة فواحد قال قال انا صراحة لي برالي لستو اسلامي قلت له غلط كلام لانك عطيتني مجال انا اخرج كنا الدين الان لان انت قلت قلت انا لي برالي لستو اسلامي معنا انت خارج دارة الاسلام بينما انت امامنا تصلي الان وتصوم وملتزم بدينك وما شاء الله عليك الاخلاقك ما شاء الله عليه كيف اخرجت نفسك عن دارة الاسلام بدون ما تلتفت لا انت تقول لا تعطي نفسك تصنيف في مقابل الانتماء الديني اعطي نفسك تصنيفات في مقابل اخرى قل انا لي برالي لستو حداثي ما في مشكلة قل انا بنياوي لستو تفكيكي ما للم قل انا هرمنطيقي لستو سيميائي ما حد بيقول لك ليش بس لا تجد قل انا هرمنطيقي لستو اسلامي لا تقول انا سيميائي لستو متدين الدين والاسلام خليهم جانب لا الاسلام اللي يرى نفسه اسلامي يعطي نفسه الحق يقول انا اسلامي لستو ليبرالي هذا تجنع الاخري لا تقول انا اسلامي لستو حداثي هذا تجنع الاخري ولهو يعطي نفسه الحق ايضا التصنيفات ليش لان الدين اوسع من ذلك يقول الامام الباقر الدين في داخله قراءات كثيرة افهام كثيرة تصورات كثيرة وهو يسع الجميع والبقرة هي مثال توصلنا الى مثل هالمعاني حتى نتعلم الاولى من غير عمر كان الدين الثانية من غير اللون كان الدين الثالثة ايضا من دون صفات هم كان الدين ولو استمروا لكان غير عن النبي صلى الله عليه وعليه وايم الله لو لم يستثنوا لما وجدوها الى الابد يعني لو استمروا هم دخلت ايضا تصورات جديدة ايضا بس استثنوا اكتفوا في البداية اتحوا فذلك دين ولهذا احنا نشوف اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين هم ما اخرجوا العالم كل عن دائرة الدين نعم هناك رتب رتبة حبيب تختلف حتى سلمان رتبة تختلف عن المقدار مع ان مع ان وسلمان رتبة تختلف عن ابي ذر مع ان اكو اعتقادات في في ذهن ابي ذر ها في اكو تصورات في ذهن ابي ذر توحي له ان بعض معتقدات سلمان كفر ولهذا في الروايات المعتبرة لو علم سل لو علم ابو ذر ما في قلب سلمان لكفر وفي رواية لقتله هذا رتب هذا دين وهذا دين بس رتب صحيح رتبة اي حبيب غير رتبة اي واحد بس ما نقدر ان يقول انت خارج دارة الدين الذين لم يقل لم يشاركوا في النهضة الحسينية مو الذين وقفوا ضد الامام الحسين اللي ما شاركوا في النهضة رتبتهم مرتبة مسلم من عوسجة لكن ما يقدر نقول دول خارج دارة الدين عندما خاطبهم الامام الحسين سلام الله عليه في في مكة المكرمة خاطب من خاطب عموم المسلمين لكن رتب عبد الرحمن بن عبد ربه الانصاري الخزرجي كان في مكة سمع الخطاب خرج مع الامام الحسين من مكة البقية ما خرجوا مع الامام الحسين اهل البيت ما خرجوا مع دارة الدين لكن هذه هي رتب واستعدادات بس كلها داخل دائرة التدين داخل دائرة الاسلام وهذه التصنيفات خطيرة في المجتمع المسلم يعني لا ينبغي ان يعطى لها المجال حتى لا تستفحل وتحول المجتمع الداخل المسلم الى مجتمع مفكك على اساس الدين الخطر هذا ما شاء الله لا قوة الا بالله خطى الموت على ولد ادم مخطى القلادة على جيد الفتاة وما اولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف وخير لي مصر انرا انا لاقي كأني باوصالي تقطعها عسلان الفلواء اخبرهم في مكة المكرمة بالحقيقة المطلقة بين النواويس وكربلا وبدل حجتك يا حسين وعمره مفرد اجعلها طواف الكعب موها اليوم والاعمال بدلها المناسك في ارض لطفوف يا مظلوم اجلها على جسمك تطوف ايتام من تصعد عليك الخير وحسينا والهرول حين تفر من الخيام مذهولة وتسعى للجسد مفزوعة وتسعى للجسد وتشوف منها مكسرة ضلوعة لان ما تلقى لك ناصر ابا عبد الله ولا لك صيحة مسموعة احرامك ثوبك البالي وغسلك دم شبيه السين شارك شارك مع الحسين سلام الله عليه في الصرخة هذه وعندك تلبيات تتعقدها ابا عبد الله وعندك تلبيات تتعقدها برض غطفوف تلبب ذبحة العباس وتلبب قطع الجفوف وتلبب نحر عبد الله اللي يقضي بالضمم الهوف بعد اسمع هذه يقول والتقصير ذا قطعه راسك بالألم والوه وحسينا خل تروي الأطفال اليوم زينب من عذب زمزم ترى باشر ضمي يتصير يوم العاشر محرم والنفرة اذا حرقوا عليها نار لمخيم بعدها وقوفك فوق كل مصرع وميل الكفر يمك ميل الاضاحي اللي تقدمها كل اهلك واصحابك بعد شوفها المقطع المؤلمة يقولوا عن نزعك من احرامك ينزعوا عنك ثيابك ورمي الجمرات اللي اذا ذاك الحجر صاب يكون موقف زينبها يقولوا ما بيت الحورة بحد عشار اذا اظلم عليها اللي وحسينا وخرج قافلة خرجت قافلة الحسين تقطع الارض باتجاه ذاك المصير العظيم كانت اخر القوافل المقبلة نحو المكة المكرمة قافلة عبدالله بن جعفر ابن عم الامام الحسين معه ابناء عون وابنه الاخر الذين صحبوا الامام الحسين الى كربلة واستشهد ايضا يوم الطف واحد من ابناء اللي هو عون ابن زينب سلام الله عليها لاحت مننا التفاة من بعيد كأن قافلة تقطع الارض خارج من مكة المكرمة فيها الساعة اخبر اباه شوي تروع ابن عبدالله بن جعفر قل له يبني 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 ارحل اباوع فركب زين الليلة الريد هنسمي باسم الامام الحسين وعندنا حوائج كندا ان شاء الله تقضى باسم الامام والريد صرخة باسم الامام سلام الله عليها مطلع ايام عاشورة هنخليكم اياي في هذه الصرخة يقول ابو قليبي على حسين وحسينة اخاف الركب مطرود من قوم المضلين لا للركب مطرود ما والله مش وشال راح شوية جمسرع الى ابي يوصف للحال اسمع الاوصاف يقول راياتهم كلها يا ابو يا حيدارية واما شمايلهم بلا شكها شمية بعد بعد هالفتها يقولوا هذه الهوادج للحرين الفاطمية صرخة ثانية وين الحسين مكانها يقول ولي على الميمون شن خال يحسن وحسينة ومدري سوقون الضعن لا وين يردون شنه السبب باشر الموقف ما يحجون واسمع الناع والحرام كلهم يونون حن لطم صدره اهلت دمعة العهن وقد انجلى عن مكة وهو ابنها نوحا